السلام عليكم. الواتساب لن يطلب مننا التحديث. طبعا واتساب عمر. لما نذهب إلى نفس التحديثات هنا كما تشاهدون. نفس المطور ما نزل التحديث لا على تيلجرام ولا نزله في نفس الموقع. طب نحل المشكلة هذه كيف. نذهب إلى المتصفح. بعد ذلك نرجع إلى هنا كما تشاهدون نكتب أوبي واتساب في جوجل طبعا. بعد ذلك ننزل الصفحة هذه. لازم نركز على الصفحة هذه. طبعا الاصدار يختلف هنا لانه هناك الاصدار 38 هنا 45. المفروض يطلع 39 مش 45. لكن هذا الذي هنا نزله شخص ثاني. لكن ما عندنا مشكلة نستطيع التنزيل هذا. ندخل على هذه النسخة. بعد ذلك كما تشاهدون هنا يتفكل النسخة في هذه. إذا أردنا العنابي ننزل العنابي. إذا أردنا نسخة ثانية ننزل النسخة الثانية. هنا عندي كل النسخ. أنا الآن سوف أقوم بتنزيل الأزرق. بعد ذلك كما تشاهدون انتظر أعمل تحميل الآن. انتظر الآن الصفحة هذه تكتب. بعد ذلك أعمل هنا. الآن كما تشاهدون هذه عندي النسخة هنا موجودة رقم 46. طبعا ما هي نفس الذي نزلها في الصفحة اللواء الذي هي 38 مفروض 39. لا هذه واحدة ثانية لكن هذه شغالة على نفس الإصدار. يعني إذا نزلناها بس يتحدث الواتساب. ما يتنحذف منه ولا يشي. دعونا أجرب الآن. الآن كما تشاهدون اكتمل التنزيل. أقوم بفتحه. وأعمل له تثبيت. هل تريد تثبيت التحديث؟ أعمل موافق. أنتم التثبيت التحديث. أفتحه. كما تشاهدون نتحدث عندي. اختلف الشغل شيء بسيط من هنا. لكن نتحدث الآن. الآن ما يحتاج له لا تشي ولا كل المحادثات موجودة طبعا. ما في أي شيء نحذف من هذا. للمحادثات ولا أي شيء. ترجمة نانسي قنقر